يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وما صحة قول من يقول إن هذا يكون في الدنيا لا في الآخرة هذا مثل وربه الله لمن أعرض عن القرآن لمن أعرض عن القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مثل الذي في عنقه غل ولا يستطيع أن ينظر إلى ما أمامه ولا ما خلفه فهو يمشي على غير البصير